اهلا وسهلا فيك دكتور عماد مراد طبعا نصل للجزء الأخير بحلقتنا لليوم وطبعا حديثنا هو عن عبلة وعنطرة هيدا القصة الغرامية المشهورة دايما نوقتها اتنين يكونوا مغرومين ببعضهم بلقبوهم يا اما بعبلة يا اما بعنطرة وهوني خليني أقول أنه هيدا من التاريخ تاريخ العرب العرب الأديم بس قبل الدخول بالقصة الغرامية بدنا نسأل هل هو عنطرة أو عنطر بالعلم عنطرة يعني إذا منفوت كتب التاريخية المصبوطة أو الأدبية عنطرة إنما إذا قلنا عنطر مش غلط لأنه الكلمتان متشابهين عنطر بالأموس حتى بالأموس اللغوي عنطر يعني الأبضايا الشجاع العنطرة هي الشجاعة هو مقصود يعني التانيتهم مقصود بنفس المعنى بس علميا بالكتب الأدبية هي عنطرة طبعا قصة حقيقية يعني فيها صار في قصة غرام بين اتنين يعني ولا أنه عنطر لقب لحدا شجاع لا لا هي قصة دايما الناس بتتساءل هالموضوع أنه هالقصة حدا مقلفة لا مية بالمية مظبوطة هلا أكيد في بعض المحلات بتتبهر بتتملح بس القصة مظبوطة في عنطرة في عبلة منيخد مننا عبر تاريخية لحياته لعنطرة منيخد مواقع الجغرافية اللي كان يعيش فيها مظبوطة وأكتر شيء أدبه نعم هو شاعر متفوق وبارع في العصر الجاهلي يعني قبل الإسلام يعني زبنا نقول مين هو عنطرة تاريخه حياته مين بيكون عنطرة شخص ولد من أب من قبيلة العبس بشبه الجزيرة العربية من عائلة محترمة جدا بيو كان عمر بن شدد ولكن أهم الشخصيات العربية اللي سمعنا عنها وقرينا عنها وعائلة معروفة بالمروقة والشهامة والبطولة إنما الفرق أنه أمه حبشية هو أسود اللون هو أسود اللون مثل أمه صحيح يعني وحبشية على لون أفريقاني كتير أسود نعم يقال أنه خلي بسنة الخمسمية وخمسة وعشرين خمسمية واربع وعشرين بهالتحديد ما في دات مأكد بس اللي معروف أنه تقريبا قبل مئة سنة من الدعوة الإسلامية عايش ببيت كأنه سنوي ما أنه كأن ابن لها الأبضاي لأنه أسود لأنه أمه حبشية وهو البيت جوز الحبشية مش عن حب ولا عن علاقة غرام إنما كانت محتجزة عند عقلة العبس وعنطر اللي مشهور بعنطر بن شدد هو عنطر بن عمر بن شدد العبسي يعني لهالإسم الكامل عايش طفولة بشعة كتير مزلة يعني من هالمنطلق هو بداية حياته كانت سيئة دكتور إذا بدنا نحكي كيف يعني كيف تعرف عليها وكيف كانت قصتهم الغرامية لعبلة قصة حلوبة كتير ملفتة كتير هون في عليها بعض علامة الاستفهام بس واقعية بدي شير لشغلة أنه ضروري كنا نقول بسؤال كارلا قبل أنه حياته المنزلية كانت متناقضة يعني حياته بالمجتمع بالعائلة مزموط يعني فرقت عن حياته البرة حياته بالداخل غير حياته بالمجتمع مثلا كان بيه يضربوا كتير ما سجلوا عا اسمه ما عاملوا شخص محترم يعني مثل كأنه لقيت أمه ما بتتدافع عنه لأنه مثل كأنه كان سوداء خادمة بالبيت مرت بيه سمية كانت حتى راسها فيه في بعض الكتب بتقول أنه مغرومة فيه سمية لا لأنه ضخم صح عنده بنية قوية ضخم ضخم الجد عنده قوة رهيبة وبين بعدين بالمعارك أنه أبضاي بشكل بيقدر ينتصر على 10 و 15 و 20 شخص مثل ما مشوف في الأفلان هلأ هي كانت يمكن مغرومة فيه راح أنا أمسك إذا مشيت بهالنظرية ولكن لأنه كتير مهزب لأنه كتير عنده من أخلاق العربية والشهامة رفض أكيد هي مرت بيه رفض يتقرب منه فدزت عليه قالت لبيه أنه عم يتعدى علي يعني قلبت الدور فترت عليه هيدي الخبرية معروفة بيقوم بيه بيدممه نتماقول إحنا باللبناني بينزل فيه ضرب للدرجة يمكن كان راح يقتله لو ما هي سمية ضمير رجع وعايها أنه هذا اللي عم بيصير مع الزلمة هو من وراي حرام رجعت هي ردة الباية عن الإبن ومن شهامة ابنه ما دفع عن حاله أنه أنا الأهل إحنا خط أحمر طبعاً ما فينا نتهجم عليهم هون رسالة لكل أولاد يعني اللي ما فينا نتطاول على أهلنا ما فينا نتطاول على أهلنا يعني من هالمنطلق هيدا خلص بحياته من ورا سمية من ورا هي اللي كانت عم تفتري عليه هلأ برجع للسؤالك أنه حياته مع عابلة كانت مختلفة عن حياته المنزلية كانت تلاقى فيها بمنطرح اسم الجراء تحت صخرة يمكن كان يكون هو معه أغنام وهي مع أغنام يمكن كان عم يتنزهوا انغرموا ببعض كتير لكن هو أسود تصيطوا أنه عبد لو أبضاي بس هو عبد هونيك نهار رح يطلب إيدا بعد قصد غرام غرام عزري يعني ما فينا أبدا نحكي عليهم كلمة رح يطلب إيدا البي أكيد باية هي بنت عم وعبلا باية مالك رفضوا رفضوا لأنه أسود وعبد قالوا عندي شرط بتروح بتجيب لي ألف جمل من نوع العصفير هذا نوع العصفير يعني مش نادر جدا نادر جدا وأقوى أنواع الجمال وهي موجودة بس هدى الأنواع بالعراق هني بشوب الجزيرة العربية عم نحكي من 1500 سنة من حبه لإله تارك شوب الجزيرة العربية وراعي العراق بهالروحة على العراق دي المقاسة والحروب شارك بالحروب خلى القبيلة قبيلة النعمال اللي عندها هالنوع من الجمال تعتمد عليه تيربح بالحروب يعني أبضاي قدر جاب بعد كذا سنة قدر جاب ألف جمل بعد كذا سنة بعد كذا سنة وراجع عم ينشد لها عبلا راجع لعندك أنا وكل هالروحة والمجية عم بيقلها قصايد كل الروحة والشاعر بكل معنى الكلمة رجع لعند بيا لعند عمه قال له ما تأخذني هلأ ما في أعطيكيها لألف سبب وسبب قال له تبعطيني السبب قال له عند عريس هو ما عند عريس وهو العم عمه لعنترا قال اللي بيوصل لي راس عنترا لعنده مقطوش بيخد بنته وبنته رائعت الجميل مما كان بيتمنى عليها بس كانت عم ترفض تتجوز مضبوط لأنه بتحب عنترا طلب تعجيزي لأنه عنترا مين بيسترجي قرب عليها مرعب عنترا بالإتال بالسايف بالترس رهيب صح ما حدا نقدر جاب لي راس عنترا إلى أن هناك مرة بإحدى الحروب بين قبيلته العبس وقبيل الطيق خلى بيولة عنترا يطلب منه المساعدة قال له شو بيك ما عم تساعدنا قاعد عجنب نحنا عم نخسر نسائنا نحجزت المواشي كلها تبعنا أخدوها القبيل الثاني يلي نحنا في عداوة بيناتنا تفضل ساعدنا قال له أنا عبد ببيحق اللي شارك بالحروق قال له بعطأك يعني بعطيك حظيم وبينسبك لقلي بيقوم عنترا بيمسك سيفه وبيشارك بالحرب بيربح قبيلته أدمنوا عبضاي بيقول الشعر هو العشرات صارت تهجم على عنترا تخيلوها بطريقة سينمائية العشرات تهجم على عنترا ويربحهم ويربحهم إلى أنه انتصرت قبيلته وحتى قدر حصل على إيده لعبلة هلأ بعض المؤرخين لأن فينا نقول مش قصة هايدي هاي هون تقريخ أوكي لأنه محرفة محرفة لأنه بعض المؤرخين هون بيقولوا أنه لأمة جوزة بقى يتيم بحبه إلى أبا الدين لكن الأكترية من بعد هالمعركة من بعد أنه ربح هالقبيلة رأى عند عمه طلب إيده عن جد وكان مع العائلة شخص حر شجاع بطل صاحب إيام صاحب أخلاق بيفتخروا فيه العرب ويفتخروا فيه أبناء شب الجزيرة العربية وتجوزها حلو هلأ أكيد ما جيب ولادها معروفة لأن هي عاكر وتجوز بعدين عليها تيجيب ولاد إنما بقي حبه لا لا ما في شيء حلو بس نسمع هيك أخبار حب وغرام وفي النهاية تنتهي بطريقة حلوة وحب صادية ما في شك وعذري أيضا كمانا ما شكرا كتير دكتور عماد مراد شكرا 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 حلوة